ليست هذه الألعاب والحركات البارعة إلا قليل من كثير يمكن أن يقدمه هؤلاء اللاعبون فبعضهم ينتمي إلى أكبر سرك في أوروبا وهو سرك الأطفال في برلين وبعض الآخر هم أعضاء في السرك القومي المصري هي تعاون بين مدرسة السرك الألماني برلين تحديدا وإحنا هنا في مصر فإحنا كونا فرقة من خلال شركة أورانج إفانتس وبعدين الموضوع تبالور لحاجة تانية أن نحن نعمل مدرسة سرك فبسادة مدرسة السرك ابتدينا أن نتعاون مع مدرسة برلين بنحاول نعمل التعاون بيننا أن نحن ابتدينا هنا إن شاء الله في خلال وقت قريب حنطلع ألمانيا برضو يحصل التبادل وتعاون وإكتساب مهارات وخبرات أكيد حيكون ليتأثير مع الناس هنا وإن شاء الله نشوف مرضوض الإفانت على الناس شكله إيه نحن ندعم الفريق المصري من أجل إظهار قدراتهم الفنية الكبيرة التي نود أن تظهر في هذا المهرجان كما نتمنى أن نعيد الجمهور المصري إلى السرك مرة أخرى فهو من الفروع الفنية الرئيسية وبعيداً عن الخلفيات الاجتماعية والثقافية التي جاء منها اللاعبون فقد انشغل كل منهم بعرض مهاراته وإبهار الجمهور هنا بفنون الأكروبات التي يجيدها إنها لغة السرك التي لا تعرف المستحيل تدربت مع الفريق المصري وكان أمراً ممتعاً فقد كانت الإفادة بيننا متبادلة كل صعب أصبح على خشبة هذا المصرح ممكن ألعاب بهلوانية وحركات سحرية أهرامات صنعت بأجساد اللاعبين وألعاب توازن في الهواء تحبس الأنفاس ولا ننسى البهلوانات وكلها من أجل متعة الجمهور بصراحة المهرجان جميل جداً وأنا من هوات أصلاً موضوع الأكروبات والسرك والحاجات داية هو جميل قوي وأنا أول مرة أشوف السرق عاملة حاجة زي كده فريد بقى يستمروا على كده حاجة حلوية المهرجان لطيف جداً وحاجة لطيفة أن السرقية تعمل هكذا هو السرك عالم من الإبهار يحلق في فضاء لا يعترف باختلاف الثقافات أو الحضارات مهما كان ووسيلته دائماً مهارة هذه الحركات التي لا تعرف غير المتعة سبيلاً إلى الطلاق والتواصل بين البشر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر